اشتركوا في القناة انا هبدأ ان انا اجيبها وقصها نصين علشان ابدأ اعمل بيها الفكرة بتحتي لو لسه ما دوستش لايك دوست الوقت لايك حالا انا كده خدت الجزء الامامي وقطعت العلبة زي ما انتم شايفين نصين كده بكل سهولة بالمقص ما خدتش مني مجبوط خالص وبعد كده هبدأ ان انا اجيب الاشرب القديم ده او الطرحة القديمة مش شرط اشرب او طرحة لو عندكم اي قماش قديم المهم يكون نقشته حلوة او شكله حلو طيب انا كده جبته وجبت الكارتونة وهبدأ ان انا اعمل مساحة كده اصبط فيها الكارتونة مظبوط وابدأ ان انا الزعها او اغلف العلبة دي كلها خالص بالشامع فكرتها سهلة جدا وبسيطة وهتبقى حاجة حلوة جدا مش عايز احرقلكم الفكرة بس كملوا معايا الفيديو للاخر عشان ان شاء الله الفكرة هتعجبكم اعمل شي كده انا لزقتها خلاص بسوا مجدودة لازم اكون شادتها كويس جدا وانا بلزق علشان خاطر ما يكونش فيها نسبة تراهولات كده انا اجد الوقتي كده عندي العلبتين دول هبدأ ان انا برضو اكسيهم بنفس الخامة كده بالزبط معايا علشان تديني نفس الشكل سهلة جدا هاقصها وبعد كده ألزقها من جوه لازم ألزقها كويس جدا انا كده عشان حاسسها خفيفة فهتنيها رائين فوق بعض بحيث ان هي ما تكونش شفافة لان لو عملتها رائق واحد بصوا هتكون خفيفة لكن لو رائين مش هتبقى باينها خالص بصوا من شكلها يبعمل ازاي لازم اشدها كده بنفس الطريقة بالزبط وهاقص وبعد كده ألزقها من الداخل من جوه بالشمع اجيب كده معايا الماص واقص على رائين مش رائق واحد رائين علشان خاطر تداري الكتابة اللي موجودة في العلبة لو عندكم علبة بيدقة وانتم اشرتوها بالصنفرة ما فيش مشكلة ممكن تبقى رائق واحد وممكن تبقى لو عندكم خامة تانية اغمى مش شفافة دي عشان ابيض فطبعا بيشف اللي تحتي انا زي ما انتم شايفين كده ببدأ ان انا اقص بالمقص عادي بالشرطة اقص بالمقص مصبوط انا كل الزيادة اللي هتبقى موجودة معايا هبدأ ان انا ادخلها من جوه العلبة بحيث ان هي تكون امتن معايا بصوا زي ما انتم شايفين كده في حتة من السلة انا لازم ادريها ماينفعش اعملها من السلة كده فببدأ اشوف الاتجاه اللي ممكن اشتغل بيه بحيث ان اداري التنسيلي اللي موجود في الطرحة ده انا زي ما انتم شايفين كده خلاص زبطتها على كده هبدأ بقى ان انا الزق مسدس الشام والزق شامع كويس جدا علشان تكون قوية ما تفكش مني تاني بصوا كده وببدأ ان انا اضغط كويس جدا وببدأ بقى من تحت برضو كده اكمل بقية اللاز العلبة دي قوية جدا تستحمل الشامع ما تخافوش ان هي ممكن تسيح انا كده هلزق اول طبقة بعد كده هلزق الشامع عليها والزق تاني طبقة بحيث ان هي تكون محكمة جدا معايا ما يكونش فيها مشاكل وتكون قوية معايا هبدأ بقى ان انا اتني من جوه كده واتني من جوه ان حيط تانية برضو كده اي زيادات زي ما انتم شايفين كده بلمها كلها جوه كل ده بيعملها طبقة حماية لها من جوه انا كده عملت اول واحدة هيت ابدأ من تانية نفس الفكرة كده بالزبط معايا هجيب برضو نفس القماشة هو هو بس برضو بحاول ان انا اجيب النقشة ما حاولش اختار اللي هو القماشة الابيض اكتر لا هدور على النقشة المنقراشة بحيث ان هي تكون معايا نفس الشكل اللي فوق بالزبط علشان تكون شكلها شبه الجهزة بالزبط ما كونش مثلا نعمل واحدة مختلفة عن التانية برضو نفس الفكرة كده بلزق من جوه وببدأ ان انا اعمل الطرف كده من هنا ونفس الكلام برضو اعمله من النحي التانية بص انا بشد ازاي بحيث ان هي ما يكونش فيها اي تراهل من بره يكون شكله وحش اشد على قد مقدر وبعد كده ببدأ ان انا ألزق كويس جدا من جميع الجنان بصوا من شكلها عمل ازاي اتباطين فوق بعض ابدأ بقى اي حاجة زي كده اشدها علشان تبقى معايا مجدودة واي زيادة من دي هتكون حماية لها من جوه انا كده خلص عملت عندي يعني انا لو مش محتاجها كنت هرميها فان طبقا نرميها ليه ممكن اعمل بيها شكل يطلعي حلو معايا انا بجيب بس الطرف كده معايا وكل الزيادات المقطعة اللي انتم شايفينها دي هبدأ ان انا أقلبها الورا والزقها علشان تكون معايا في الظهر وفي الظهر بقى بلزق اي كارتون عندي تانية بحيث ان هي يكون محكمة وقوية عن كده انا كده خلاصها لزقها والوحدة انا بشوف بس النسبة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده ببدأ ان انا هلزق شمع كويس جدا في الطروف كويس جدا علشان تلزق معايا خلاص تبقى زي الحديد ما تفكش تاني لان احنا هنعملها فكرة منظم ممكن تستغلوه لأكتر من حاجة القماش ده مجرد ما هيمسك في القماش اللي زيه بالزبط بيلزق كويس جدا اهم شي نحط الشمع كويس جدا علشان ما تفكش مني خالص زي ما انتم شايفين كده بظبط اتجاهها وببدأ ان انا اضغط كويس جدا اسيبها لمدة لحظات كده او دقيقة بكتير وهي تلزق على طول عايزين بقى ايه نسيب نسبة شوية علشان ما يبقوش لازقين في بعض كده بحسين انتو لو هتعملوها منظم المنظم ده ينفع لكذا حاجة انا هعملو منظم للحمام انتو ممكن تعملوه منظم لهذا الاطفال ممكن تحطوه فيه شربات ممكن تحطوه فيه قلمتهم ممكن تحطوه فيه اكتر من فكرة فكرته جميلة جدا جدا وعملية جدا كمان مش شرط بالكرتونة انا اددتكم الفكرة ممكن لو انتم معندوكم بقى اي حاجة عايزين تعملو بيها دي بقى انا سايبها لكم انا كده عندي ورد من الفوم لونه نفس التركواز نفس لون الرسمة او النقشة هبدأ ان انا كده ألزقها في النص بالضبط وبعد كده هفكر ان انا اعمل لها فكرة تانية انا كده عندي شريط الملون دوت برضو فيه الوان كتير هبدأ ان انا اعمله للتزيين كده بس احاول اجيب الالوان اللي تمشي مع التركواز اكتر بحيث ان هي ما تكونش لونها اوفر شوية بصوا من شكلها عامل ازاي فكرته حلوة جدا اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم ما تبخلوش بقى علاية باللايك والشير والسبسكرايب ولو لسه اول مرة بالتباني اضغط اشتراك وفعل الجرس علشان ان شاء الله يصلك الجديد مني اول باول متشاكر جدا نيكم للمتابعة للاخر ومع السلامة اشتركوا في القناة